على اعتاب اور كانت قداسة باب الفاتيكان تستحضر معالم ما بين النهرين من تاريخ وحضارة لم تغلق اور ابوابها ولا كنائس سهل نينوى فالترحيب وحفاوة الاستقبال وثلاثة ايام سجلت للحبر الاعظم علامات فارقة في زيارته التي لا تنتهي عند حد المغادرة من ارض العراق يبرق باب الفاتيكان رسالة خطية الى رئيس الجمهورية برهم صالح يبدأ وينتهي بها عند الشكر لله ثم للعراقيين على ما لقيه من ترحيب وتنظيم شكر الى رئيس الجمهورية والمسؤولين الذين شاركوه صلاة القداس في كاتدرائية القديس يوسف للكلدان في بغداد لكن الرسالة حملت في تفاصيلها ما رأاه البابا من كنز تمين يمتلكه العراقيون حيث البلد المتنوع في حضارته وثقافته الدينية واصفا انها نعمة من الله للعراق والعالم ليصنع السلام في المنطقة بجهود انسانية مباركة الرسالة في فحواها تبعث بتفسير مباشر الى ان العالم اجمع يريد للعراق السلام والاستقرار مثل ما قال البابا فور مغادرة البلاد ان الرد على الحرب ليس حربا اخرى والرد على الاسلحة ليس تسلحة اخرى اما الجواب والحل فهو الاخوة ترجمة نانسي قد ترجمة نانسي افتارات لك يكبروننا قد ترجمة نانسي قد ترجمة نانسي قد ترجمة نانسية